السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد أربع آب أغسطس القمر اليوم استقر في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 9 و16 دقيقة من مساء يوم الاثنين اللي هو يوم الغد لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 3 و31 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزل إلى الربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر اليوم بما أنه موجود في برج الأسد معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطف مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا أو أبنائنا ويمكننا أن نقترض الأموال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين نرتدي الملابس الأنيقة نهتم مظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس ومعنى زاوية اقتران إيجابية يعني بداية ولادة الهلال أي بداية الشهر العربي وهاي رح تكون الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان طبعاً باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعاً الآن بدأنا في فترة لا تصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكن برضو لا يصلح للقص العلاجي القمر الآن بما أنه اليوم موجود في برج الأسد لغاية الغد معناة خلو المسار يوم الغد بيبدأ الساعة 13.15 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 9.16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر طبعاً عمر القمر زي ما حكينا القمر الجديد ده عمره 29 يوم الآن الساعة 22.32 دقيقة فجراً بتوقيت جرينج نبدأ باليوم الثلاثين نسبة الإضاءة 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.8 سعيد بنسبة 85% القمر في الأسد حتى يوم 5.8 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الفجر سعيد بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% ساعات المساء المتأخرة سعيد بنسبة 5% عطارد في العذراء حتى يوم 5.8 اللي هو يوم الغد ده يبدأ بعملية التراجع طبعاً حكينا أنه التأثيرات بدأت والحلقة اللي فيها تفصيل عن التراجع موجودة على القناة اليوم سعيد بنسبة 5% الزهرة في الأسد حتى يوم 5.8 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.9 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زوحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عاشرة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة وإيجابية تنجحوا بحملة أو ترويج لشيء معين عشان هيك بدك تكون جريء بالطرح اليوم تتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض كنت بتنتظره بعض موليد برج الحمل ممكن يسمعوا خبر كانوا يعني يسعدهم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتلمسوا توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة لبعض منكم طبعا أهم مش إنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة والجنة بالعمليات الجراحية وخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم مش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندكم الزيارات والتنقلات برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيق بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو إقراض المال أو من النصابين والمحتالين ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شنوما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل تدققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وأبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي وبإمكانكم توضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر الأساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حادروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسن قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالية جداً ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وتعرف لقاء داعم أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تهدف من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطوا بالسفر والاتصال البعيد أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة أو تهتم بهواية جديدة حيوية ومتحمس جداً خلال هذا اليوم لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتعيده تنظيم مركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها أو ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة فعشان هيك لك تعالج الشؤون العائلية والمهمة خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن طيلة اليوم طبعاً القمر موجود مقابلكم تماماً فترى يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر ولكن بتكون حاذر الخلافات وما الضخم الأمور وتبدو مرهف الإحساس ومتوتر وهذا الشيء بسبب لك نوع من أنواع القلق فحاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يعمل خلافات مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك أيضاً بتكن تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية كونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ولا معنوياتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر